مادة الكهربية تدس عشان حاجتي مهمين جدا عشان أعرف أهمية الخامات الكهربية اللي هيستخدمها في الصناعات الكهربية زائد أن أنا أعرف ما هي سبيكة مثلا سلك الحاسدة أنا أتعامل مع أسلاك محاسية أتعامل مع أسلاك مصنوع من رصاص أتعامل مع أسلاك مصنوع من أليمونيوم فبالتالي لازم أبعرف المادة دي مصنوعة من إيه وإيه خواصة وعشان أعرف المادة دي لما جاء أشتغل معها أتعامل معها إزاي في مادة تتحمل درجات حرارة مادة تانية مش بتحمل درجات حرارة فبالتالي لازم اكون اتأسس من سنة اولى زي ما اتفقنا قبل كده في مواد الاساسيات اللي خلصناها مع بعضنا ومواد الاجهزة القياس ان انا دلوقتي تعرفت على تعريف اوم وتعريف المقاومات وتعريف المكاسفات ودخلت على نظريت سيفنين ونظريت كيرشوف للطير الكهرابي والجوض الكهرابي ودخلت على جهزة الكهرابية عرفت يعني اميتر وعرفت يعني ايه فولتاميتر وعرفت يعني ايه جهاز واطميتر وعرفت يعني ايه عدات كهرابي والزايس بالآفو كل ده تعرضت عليه الترميل الاولاني باقي حاجة مهمة جدا بقى ان انا ادرس الخامات الكهربية اللي هنشتغلها النهاردة مع بعضنا الخامات الكهربية دي مادة تعتبر من اهم المواد اللي عندنا دي هتقهل من شاء الله سنة تانية وسنة تالتة ان انا هتعامل مع منظومة كاملة من الخامات بمعنى اول ما هندرس هندد شغالاتها المسطلحات كهربية كده هيقبلنا لفظ اسم اللدونة يعني هيا المعدن صلب يعني هيا معد سي NICK قصيف يعني هيا معدن LADN كل دة هنعرفه خاصية المواد الكهربية اللي هنشتغل ومش كده وبس هناخد كمان المواد العازلة يعني مواد عازلة ويعني مواد موصلة يعني مواد شبه موصلة يعني بالدل اثنين هنتنقل بعد كده الجزء بقى المهم جدا في شغلنا بقى احنا هتعامل مع خطوط هواية اللي هي في الشوارع دي اللي هي الخطوط الهواية اللي مصنوعة بتاعتنا من النحاس او الالمونيوم هتعرض عالكابلات كل دي هشوفه بعنايا في سنة تالتة وثالتة في تانية وثالتة فلازم اكون متأكد مية في المية ان انا عارف يعنيه رصاص عارف يعنيه نحاس عارف يعنيه الالمونيوم عارف يعنيه أسدير عارف يعنيه فضة ومش كده وبس ده احنا ممكن كمان نعمل سبائك مصنوعة من هنا ومن هنا بمعنى ايه ان انا ممكن اجيب الفضة حطها مع النحاس ممكن اجيب الفضة حطها مع النكل ممكن اجيب الزنك حطه مع الفضة كل دي هيديني مواد كهربية تستخدم في بعض الصناعات الكهربية زي صناعات الكابلات زي صناعات الأسلاك فالحاجات دي كلها ان شاء الله هنشوفها مع بعضين بس قبل ما نشوف السبائك في بعض المصطلحات كده هتقابلني اول ما هشتغل في الخامات الكهربية ايه ده المصطلحات اللي هتقابلني في المادة دي طبعا احنا في صناعات كهربية تخصص تركبات ومعدات كهربية تخصص حاسبات كهربية تخصص إلكترونيات كهربية كل التلات صناعات دول اللي احنا فيهم في سنة اولى بنتأسس فيهم بعد كده بنتطلح سنة تانية اللي بيخش تركبات بيخش بيكمل اللي بيكمل كهرباء إلكترونيات بيكمل اللي بيكمل حاسبات بيكمل في النهاية لازم احنا التلاتة كتخصص صناعات كهربية نتأسس في المادة دي طيب يا مستر انت قلتنا دلوقتي ان الخامات دي مادة مهمة جدا واحنا داخلين ان شاء الله امتحانات والامتحانات ان شاء الله بدقة وعايزين نبقى اقوية جدا واحنا بنحل الورقة ومش كده وبس احنا مش عايزين كمان نتعلم المادة علشان المادة دي هللاقيها في الورقة وهللاقيها في الدراسة ده المادة دي هللاقيها بره في حياتنا لما اروح مؤسسة لما انزل سؤول عمل ان شاء الله اي مؤسسة بتتعامل مع الخطوط الهوائية او مع المحولات او مع الكابلات اوتوماتيك حتى لو في الشقة عندي برضو مجموعة اسلاك لازم اعرف السلك ده مصنوع من اي وليه الفرق بدل النحاس والالامونيوم وليه بنفضل النحاس في حاجات معينة وليه بنفضل الالامونية في حاجات معينة ومش كده وبس ده كمان احنا ممكن نعمل مزيج من النحاس مع الالامونيوم نعمل مزيج من النحاس مع الرصاص نعمل مزيج من الفضة مع القزيز القزيز ده هوت مادة صناعية هتقابلنا كتير في حياتنا واخنا شغالين على البردات وانحنا بنلحم حتى المحمول اللي معنا ده هوت البردة اللي فيه فيها بعض نقطة اللحام اللحام ده بيتم بيه برضو بموضوع القزيز ده هو بيستخدم في ايه وبيتعامل ازاي وايه اهم صفاته الرصاص الزنق كل المواهد اللي انتوا هتبقوا معايا دي ان شاء الله النهاردة هنراجع الخواص بتاعتها ومش كده وبس هنراجع كمان الاستخدام بتاعتها خليكم بقى معا النهاردة ان شاء الله في مراجعة مهمة جدا على الخامات حلقة هتعتبر مهمة جدا لان هنلم المنهك كله بتاعة التنم الأول في جزء صغير جدا يعني مش ياخد من وقتك كتير وفي نفس الوقت هيبقى مرجع ليك وانت بتذاكر ان شاء الله اول حاجة بتقابلنا في المادة دي عندنا حاجة اسمها مصطلحات هندسية او مصطلحات كهربية اول مصطلح بيقابلنا اسمه الخليط ايه الخليط دهوت الخليط دهوت هو تواجد عنصر هو تواجد اكثر من عنصر ما عنده ناتحات في الزيائي حيث يحتفظ كل عنصر بخواصه يعني ايه الكلام ده يعني لو جيت قلت له حضرتك دلوقتي يعني ايه كلمة خليط فاكرين انتوا الجماعة اللي بيعملوا مثلا خرسانة مسلحة بتلاقيه جاب شوية اسمنت مع شوية رمل مع شوية زلط بيروح جاي خلطهم بشوية مية يعمل حاجة اسمها خليط طيب الخليط ده هو بيحتفظ بخواصه الكميئية اه الزلط بيفضل زلط والرمل بيفضل رمل والخرسانة المسلحة بتفضل خرسانة المسلحة هو معماشي حاجة جديدة الرمل اعرف افرزه بعيني الزلط اعرف افرزه بعيني الاسمنت نفس الكلام فالخليط يعني ايه خليط يعني مجموعة عناصر اتحطت مع بعضها كده فتدتني مادة جديدة بس المادة دي تخواصة محتفظة بيه يعني الرمل زي ما هو الاسمنت زي ما هو الزلط زي ما هو مغيرش ومدنش حاجة جديدة وكل اللي عمله قداني مادة خرسانية لما بتتعرض لدرجة حرارة معينة بتنشف او بتسلط بعد كده خلاص كده المادة دي بتحتفظ بخواصة الكيميئية الطبيعية المحتفظ بيها كل مادة طيب عكس الخليط عندنا حاجة بقى تانية بيسمها المركب يعني مركب المركب ده هو هو اتحاد عنصرين او اكتر اتحادا فيزيائيا بحيث تتكون مادة جديدة تختلف في خواصة يعني انا هجيب عنصر او اتنين اعملهم اتحاد فيزيائي وبعد ما اعملهم اتحاد فيزيائي بيديني مادة جديدة خالص طيب ادينا يا مصر كده مثال صغير لدي عندنا الالوان لو انا جبت مثلا لون اخضر مع لون احمر مع لون اسمر مثلا او اسود وخلطون كده مع بعض لالالوان اللي احنا بنشتغلها في الطلاق الحيطان والمباني دي بيديني مادة جديدة خالص يعني او خلط تزرع مع احمر يديني مادة تانية خالص كل مادة من دول بتاخد خاصية جديدة خالص عن الخاصية اللي فيه طب يا مصر شوف حاجة تانية عندنا حاجة اسمها قابلية المعدن للسحب الاستطال هي خاصية تسمح للمعدن بتغيير في الطول تحت تأثير حمل شد اي قدرة المعدن على السحب يعني ايه لو انا جبت سلك نحاس كده او سلك الامونيوم وشديت بقوة كده تحت تأثير قوة هيتمط معايا وفي نفس الوقت مش يرجع على اصله تاني لا ليه مش يرجع على اصله تاني لانه زاد في الطول ده بيسموها استطال يبقى المعدن اللي بيزيد في الطول تحت تأثير قوة بنسميها الاستطال طب يا مصر في حاجة عندنا اسمها المرونة اه ايه بقى المرونة ديت هي قابلية المعدن او المادة على تغيير شكلها بانتظام يعني المادة او المعدن ان انا اغير شكله بانتظام اذا ما تعرضت لحملة او قوة تؤثر عليها وعند زوال هذا الحملة او القوة تستعيد المادة شكلها الاصلي تماما بابعادها الاصلي يعني ايه بقى الكلام ده يعني المرونة ده هي ان انا هجيب معدن وارروح جايما اعرضه مثلا للسحب اعود اشد من اليمتين شد من امع شد من اين وبعد ما اشيل القوة دي والقوة ديت الاقي المعدن رجع لوضعه الطبيعي او المادة رجعت لوضعه الطبيعي ابسط مثال كده زي المطاط المطاط لو قعدنا نشد فيه من هنا ومن هنا ايه اللي بحصل له ولكن اي حاجة اول ما بشيل ايدي من هنا وما بشيل ايدي من هنا ورجعه الوضع الطبيعي الاقيه رد تاني ونفس المساحة ونفس الطول ونفس العرض ونفس السمك ما حصلوش اي حاجة يبقى هي عبارة عن ايه المرونة ديت عبارة عن معدن هيتأثر عليه بقوة وبعد زوال القوة بيرجع لأصله الطبيعي تمام كده عكس الاستطالة الاستطالة ديت اللي احنا خدناها من شوية فاكرين الكلام ده ايه اللي بيحصل لو انا شدت المعدن المعدن بيحصله ايه بيزيد طوله وما بيرجعش لأصله يبقى المرونة عكس الايه برافو عليكم عكس الاستطال طب نشوف حاجة كمان حاجة عندنا اسمها اللدونة ايه اللدونة ديت هي قدرة المادة على تغيير شكلها وابعدها تحت تأثير القوة الخارجية دون ان تتحطم مع احتفاظها بشكلها الجديد بعد ازالة التحميل يعني ايه الكلام ده يا مستر يعني انا هجيب معدن المعدن ده هو تعرضه القوة ايه اللي يحصل اول ما عرضه القوة اوتوماتيك كده اول ما هيتعرض لقوة مش هيرجع لوضعه الطبيعي دي اول حاجة بعد كده كمان اول ما شيل القوة المؤسرة هياخد شكل جديد وحجم جديد وطول جديد خالص عشان كده بيسموا المعدن معدن ايه؟ معدن لادن طيب نبص بعد كده في عندنا حاجة اسمها الصلابة هي خاصية مقاومة المادة لاي نوع من التغيير في الشكل وتعرف المادة الصلبة بانها المادة التي تتحمل جهد كبير ما احدث قليل جدا في الشكل والابعاد يعني انت لو جبت مثلا حاجة صلب الحاجة الصلب ده هي تولتكم مثلا زي قضيب القضيب اللي هو القضيب مثلا السكة الحديد او مثلا العربية اللي احنا بنركبها او القطر اللي احنا رجبينه او المتو لو انا عرضت عليه قوة قوية جدا هيحصل له تغيير طفيف جدا في شكله وفي بعده وفي ابعاده لكن هيحتفظ بايه؟ بحالته عشان كده بقول المعدن ده معدن ايه؟ معدن صلد معدن قوي تمام طيب في عندنا مصطلح مهم جدا بقى اسمه القصافة ايه القصافة ديها؟ جاء من كلمة اصف هي الخاصية التي تجعل المادة او المعدن تتعرض للكسر اثناء تعرضها لاي قوة مفاجئة يعني المعدن يكون شغال زي الفل كده وعرضه لاي قوة طرق مثلا شاكوش يواء عليه او يتخبط مني او يحصل له مثلا هزة او يحصل له حاجة مهمة جدا عندنا اسمها قوت صدمات يحصل للمعدن ده على طول حاجة اسمها القصف اللي هو تعرضه للكسر اشهر انواع المواد الزجاج وعندنا بقى مادة في الحديد عندنا اللي هي حديد الزهر الحديد الزهر ده بيعتبر هاش لان نسبة الكربون فيه بتبقى عالية فانا لو خبطتوا مثلا بمطرقة او بحاجة لو انا جبت مثلا كده مصورة مصنوعة من الزهر وخبطت عليها مجموعة خبطات بلاها قصرت مع ان ده حديد بس الحديد ده هو تعتبر ايه هاش او بيعتبر نسبة القصافة فيه عالية جدا لو قرنتوا بقى بالمعدن الصل بالعكس الصل بقعد اخبط فيه اقصر فيه اشده اعرضه الضغط كل اللي يحصل هيحصل له تغيير طفيف جدا في شكله ينعوج سنة يميل سنة لكن مش هيتغير في شكله ولا في حجمه لكن المعدن القصيف اللي احنا بنو عليه القصافة لو انا اصرت على المعدن ده هو بقوة ايه اللي بيحصل للمعدن بيتكسر اوتوماتيك وكسر ده بيجي نتيجة ايه ان انا عرضتوا القوة مفاجأة زي مثلا الازاز لو انا خبطتوا بازازة مفاجأة كده او خبطتوا بطوبة او خبطتوا بازازة او لو عرضتوا صدمة كهربية او صدمة قوية ايه اللي يحصلوا القصر مني بيسموا المعدن اللي بيتحملش درجة المقاومة او المعدن الهش بيسموه معدن قصيف او معدن بيسموه المصطلح دوت القصافة نشوف حاجة كمان حاجة عندنا اسمها الصلاة هي قدرة المعدن على مقاومة الخدش والتآكل يعني المعدن ده هو مهما اثرت عليه بيقاوم الخدش والتآكل زي المعدن الصلب اللي هو بيسموه الحديد الصلب اللي هو مش الصلاة لا الصلاة كلمة فيه صلابة معدن صلب وفيه معدن صلد جاء من كلمة صلب يقولك ده انت دمعك صلد يعني ايه صلد؟ مش صلبة الصلب ده ممكن يتأثر في شكله لكن المادة الصلدة لا تتأثر ولا تنخدش يعني مهما اثرت عليها زي البلاتين والموضو القوية جدا مهما اثرت عليها بقوة ولا اي حاجة تحصل لها كل اللي بيحصل لها انها ممكن ايه تتعرض للخدش بس مش هيأثر فيها برضو مش هيظهر الخدش فيها طيب نشوف معدن تاني او نشوف مصطلح تاني من المصطلحات الاجهاد ايه بقى الاجهاد ده هوت نتكلم في الاجهاد ده لان مربط الفرس عندنا فيه اجهاد شد واجهاد ضغط واجهاد وزن ايه بقى الاجهاد يا مستر الاجهاد ده هوت هي قوة اثرت علي مساحة يعني انا لو عندي مثلا وليكن الترابيزة وجيت روح تجاه حاطت عليها حمل كبير جدا ايه اللي احصل للترابيزة دي ادام ما ستستحمل الخشب اللي فيها مثلا لو جودت وقليلة او المعدن اللي حط عليها اتقل واقوى ياخدها وينزل كسر عشان كده يحصل لها حاجة اسمها ايه اجهاد كلمة اجهاد كده جاء من كلمة تعب المعدن يعني المعدن بيتعب يا مستر يعني نوديل الدكتور لا المعدن بيتعب ازاي بيحصل له اجهاد يعني اثرت على مثلا على المعدن فترة طويلة والمعدن خلاص جاب اخره بيحصل له حاجة اسمها ايهاد يبقى اللي جاد كتعريف هو تأثير وحدة قوة على وحدة مساحة تأثير وحدة قوة على وحدة مساحة طيب نشوف يا مستر حاجة تاني الزرة دي خدناها في ربعة ابتدائي وفي تالتة ابتدائي وفي خمسة وفي ستة وما طلعنا اعداد يخدناها ايه الزرة الزرة دي اصغر جزء من العنصر اصغر جزء من الايه من العنصر طيب التوصيل الحراري يعني ايه توصيل الحراري يقولك والله المعدن ده هوت جيد التوصيل الحراري والمعدن ده هوت رضيء في التوصيل الحراري وبالتالي المعدن تختلف من شكل لشكل ومن معدن لمعدن باختلاف درجة حرارتها ودرجة توصيلها الكهرابي او درجة توصيلها الحراري يبقى التوصيل الحراري هو مقدرة المادة على نقل الحرارة الى كل جزء منه ان المعدن اول موصله درجة حرارة أو في فترة معينة في فترة زمنية معينة والمعدن تختلف من معدن لمعدن يعني لو إحنا جبنا النحاس وعرضنا لدرجة حرارة وجبنا الألمونيوم وعرضنا لدرجة حرارة وجبنا الأزير وعرضناه لدرجة حرارة هللاقي المعدن الأولين اللي هياخد فترة عشان يسخن النحاس بعد بشوية الألمونيوم تمام كده هياخد فترة طويلة لكن المعدن اللي هيسخن بسرعة القصدير لأن المعدن ده يعتبر إيه جيد التوصيل للحرارة ومش كده وبس ده إحنا لو عرضنا كمية حرارة مباشرة عليه بيحصل له عملية انصهار مباشرة تمام كده يعني إحنا لو جيبنا الكاوية اللي هي الكاوية الكهربية كده وكلنا شوفناها في الورشة وفي المعمل ومسلا نجي نلحم بوردة زي بوردة التلفزيون أو بوردة الحاسب أو بوردة الموبايل اللي معانه وأول ما بمسك القصدير كده بإيدي وروح جاي مسخن عليه بس يا دوبك حرارة صغيرة كده وقت عن طريق الكاوية ألاقي إيه حصل له عملية انصهار عن نقطة اللي أنا عملتها لكن النحاس هياخد وقت طويل هياخد وقت عشان يسيح أو عشان ينصهر اللي ألموني من نفس الكلام يبقى التوصيل الحراري الحراري يختلف من معدن لمعدن آخر إجابة صحيحة لو جات لإجابة صحة وخطأ أقول له إجابة صحية لأن كل معدن بيحتفظ بدرجة حرارة معينة وبينصهر عند درجة حرارة معينة طب يا مستر نشوف حياة كمان في مهمة جدا بقى الحيطة دي المواد شبه الموصلة هي مادة عزلة في الظروف العادية لكن بإضافة بعض الشوائب تصبح مواد شبه عزلة يعني الكلام ده يا مستر إيه المادة الموصلة الأول وإيه المادة الشبه الموصلة وإيه المادة العزلة الكلام ده احنا ممكن اتعرضنا له في علوم الابتدائية والإعدادية بس ما خدناهش بالتفصيل المملي النهاردة بقى هنتكلم عن المواد القهربية عندنا ثلاث أنواع مادة عزلة زي الخشب زي الإزاز زي البلاستيك أي مادة ما بتوصلش طيار كهرابي بنسميها مادة عزلة وليس سميناها مادة عزلة لأنها ضعيفة إلكترونات إلكترونات اللي جواها ضعيفة جدا المادة التانية على طول بيسمها مادة موصلة هي عكس المادة العزلة يعني مواد غنية بالإلكترونات يعني مستر مواد غنية بالإلكترونات يعني المواد دي أول ما بتتعرض لطيار كهرابي الطيار بيمشي جواها بلا أي مقاومة وكل مقاومة ضعيفة جدا زي النحاس والألمونيوم والزهب والفضة والبلاتين والرصاص والقصدير والمواد دي كلها اللي هي الموصلة الجيدة للكهرباء تمام كده؟ يبقى دي سموها مادة موصلة ليه؟ لأنها غنية بالإلكترونات أما المادة العزلة ضعيفة أو تنظر فيها الإلكترونات المادة بقى اللي بين الاتنين بيسموها مادة شبه موصلة المادة دي جميلة جدا بقى وهنشتغل معها السنة دي وفي سنة تالتة بالتفصيل كتير قوي وهي دي أساس الإلكترونات أساس الموبايلات وأساس الحاسب وأساس الكمبيوتر وأساس اللاب وأساس التلفزيون والراديو كل ده هي المادة دي بقى اللي دخلها في كل الصناعات دي المادة دي سموها شي بموصلة ليه؟ لأنها شوية تشتغل عزلة وشوية تشتغل موصلة إمتى المادة دي تبقى عزلة؟ لو أنا حطتها في درجة حرارة صفر مطلق أو ما ضفتش لها الشوائب يعني إيه شوائب يا مصر؟ يعني عفرها بالطراب؟ لا يا أولاد ما اللي بنعمل فيها إيه؟ المادة دي بيكون شبه موصلة لو أضفنا لها الشوائب والمقصود هنا بكلمة شوائب أن أنا عمل لها عملية حقن طب المواد دي زي إيه؟ زي الجيرومانيوم والسيلكون أشهر مادتين لشبه الموصل الجيرومانيوم والسيلكون اللي هو أبقى بيخش في صناعة الموحدات والسيروستر والترانزوستر والدياك والترياك اللي هي العلة الكبيرة دي إن شاء الله اللي هنتعرض لها في إكترنات القوة في سنة ثالثة طب يا مصر المادة دي لما أجع عرفها جالي سؤال في الامتحان وقال لي إيه هي مادة شبه موصلة؟ هقول له هي إيه؟ أقول له هي مادة تقع بين المادة العزلة والمادة الموصلة طب لو راح جايب أقال لي إيه؟ يعني إيه فسر للكلام ده يا والد؟ أقول له إيه؟ أقول له والله المادة دي بيكون عزلة في وقت وبتكون موصلة في وقت تاني إيه متى تكون موصلة؟ إذا كانت في درجة حرارة عالية تبقى موصلة أو ضفت لها شوايب وإيه متى تبقى عزلة؟ العكس لو أنا حطتها في درجة حرارة صفر مطلق أو ما ضفتش لها الشوايب والمقصود هنا بالشوايب اللي هي عملية التطعيم اللي بتتمي لها داخل معامل معينة إن أنا بعملها عملية التطعيم بقى بزود فها نسبة الزرنيغ نسبة الفوسفور فبخليها مادة إيه؟ موصلة كل ما التطعيم بيزيد أو كل ما الشوائب بتزيد تصبح مادة إيه؟ مادة موصلة عشان كده المادة دي سموها مادة شبه موصلة طب يا مستر نشوفها كمان بيجي لي السؤال يقول لي علل الزرة متعدلة كهربيا يعني إيه الزرة متعدلة كهربيا يعني عدد الإلكترونات بيسوى عدد البروتونات في الظروف العادي إيه يا مستر الكلام ده كل؟ كلمتين ورد ضغطا إيه متى الزرة بكون متعدلة كهربيا تكون الزرة متعدلة كهربيا يا أولاد إذا تساوت عدد الشحنات المجابة مع عدد الشحنات السالبة يعني إنت لو عندك موصل عدد الشحنات اللي فيه المجابة قد العدد الشحنات السالبة قدتني مادة أو زرة هنا بقول عليها إيه؟ متعدلة كهربيا يعني الموجب بيساوي السالب تمام يا مستر؟ طيب نشوفها يا كمان إيه المقاومة الحجمية بقى؟ فاكرين لما اشتغلنا في مادة أساسيات قلنا المقاومة دي ووظفتها في الدائرة القهرابية بتحد من شدة الطيار تمام في عندي مصطلح بيقول لي بقى ايه في مقاومة حجمية يعني مقاومة حجمية هي قدرة المادة على مقاومة صرايان الطيار القهرابي في كل حجمها قال له يعني ايها مصطر الكلام هو في مقاومة بالحجم وفي مقاومة بالمساحة طبعا المقاومة الحجمية ان المقاومة بتعمل حاجة مهمة جدا في الطارق القهربية بتحده بكل ما اوتيات من قوة بكل حجمها عشان كده سموها ايه مقاومة حجمية هيبقى هي ممنعة الاجزاء بكل الحجم عكسها بقى واللي قال لي منها شوية درجة المقاومة السطحية بيقولوا عليها مقاومة السطحية ليه لانها بتحد من شدة الطارق عن طريق سطحها بس يبقى وحدة المساحة يبقى دي بتشتغل على الحجم ودي بتشتغل على المساحة وصلة الكلام ده الله ينور عليكو زي الفل طيب في عندي مصطلح بيقابلني كتير بقى بيقول لي المتانة القهربية ايه المتانة القهربية يقولك المعدن ده متين ومش متين بقى انا ما جاء مثلا اشتري حاجة يقولك اه ده المعدن ده متين او الخشب ده متين لا احنا بنتكلم على القهربة بقى تخصصنا يعني متانة قهربية المتانة القهربية للمادة العزلة هي الجهد اللي بيكسر المادة العزلة ايه ده يا مستر يعني كلمة متانة لو المعدن اتعرض لكسر يبقى المعدن ده وصل لمرحلة المتانة اه بقيس بقى المتانة ازاي لما بجيب الفولتاميتر او القميتر وقيس مثلا حملة في ورشة او حملة في محطة توزيح كهرباء او حملة مثلا في محطة توليد قوة بيبقى في حاجة عندنا على كده لو تفتكروا في مادة الاجهزة اللي خدناها في بيتنا مدرسة برضو خدنا مادة اسمها اجهزة القياس مع بعضنا هنا واتكلمنا فيه عن الجهاز نفسه بيبقى فيه حاجة اسمها المتانة القهربية بتاعته قدية يعني يشيل لغاية قدية يشيل لغاية اتنين كيلو ولا لتلاتة كيلو ولا لخمسة كيلو ولا لاربعة كيلو طبعا بالكيلو فولت والكلام الكبير ده اللي هو الف فولت والفين فولت وتلات تلاف فولت يبقى متانة الجهاز اقصى حاجة مثلا خمسة يعني خمسة كيلو يعني فوق الخمسة يحصلوا عمية انهيار او كسر عشان كده بيسموا المادة ايه متانة قهربية هي الجهد اللي عنده هتنكسر المادة طب المادة ما تنكسر تبقى مادة ايه برافو عليه بدل ما كانت مادة عزلة بقت مادة موصلة عشان كده بيجي لي تعريفي يقول لي ايه جهد الانهيار يعني ايه جهد الانهيار هو الجهد اللي عنده بتتحول المادة العزلة لمادة موصلة ساعات كده يكون في امان الله ويحصل لأقدر الله قفلة في البيت عندي او حاجة ولقي الفيشة بتاع الجهاز مثلا طلعت شرار كده وساحت كلمة ساحت في القهربية انا حصل لها انصهار انا لا ايه فيشة ساعة الفيشة دي كتت مصنوعة من ايه من البلاستيك وفيها سلكين البلاستيك ده هوت لما تعرض لكسر متانة تقلت فبالتالي وصل طيار لإيدي عن طريق ايه ان البلاستيك اللي عليها او المادة العزلة حصل لها انهيار الانهيار ده بيتبعه ان المادة العزلة اصبحت مادة ايه برافو عليكم مادة موصلة فبالتالي الانهيار بيجي الأول ولا المتانة بتيجي الأول لا المتانة الأول المتانة دي بيحصل إيه إن المادة العزلة قصرت المقصوب بالكسر بتاع المادة العزلة إنها تعرضت لجهد عالي جدا فحصل المتانة دي كسر أول ما بيحصل لها كسر بيحصل بعدك كده انهيار الانهيار ده بيسموه انهيار المادة الموصلة إنها تصبح مادة إيه برافو عليكم مادة عزلة برافو عليكم أولاد نشوف حاجة كمان بيقول لي عندي حاجة اسمها الازدواج الحراري ايه الازدواج الحراري هي ظاهرة توليد قوة دفعة كهربية نتيجة فرق درجات الحرارة بين وصلتين من معدنين مختلفين في نفس الدائرة برضو يا مصطر الكلام ده برضو احنا نفسنا اقولي لسه ومعما برضو المصطلحات دي كبيرة علينا ممكن تبسطها النق حاضر يعني ايه ازدواج حراري يعني انا لو جبت مثلا شريحة من النحاس وشريحة تانية من الالمونيوم مش احنا لسه متكلمين مش من شوية ان النحاس ده هوقت هيبقى لي خواص والالمونيوم لها خواص تانية خالص فلو وصلتهم مع بعض مثلا بجهاز زي الجيلفانوميتر او جهاز زي الأفوميتر او جهاز زي الفلطامير ايه اللي هيحصل ان فيه معدن لو تعرر لدرجة حرارة هيسخن قبل التاني فهو هيسخن الاول وليكن الالمونيوم هتسخن الاول بعد كده النحاس يسخن بعدها بدرجة او بدرجتين او بتلاتة المحصلة بتاعة السخونية هنا والسخونية هنا بتعمل حاجة اسمها انحراف للمؤشر فيحصل حاجة اسمها قراءة للجهاز زي ما خلينا كده في مادة الاجهزة مهي المواد كلها هلازق ببعضه المواد كلها متصلة ببعضه فبالتالي لازم تكون مركز ان انت بتدرس المواد دهية مش عشان انجح واسقط لا ده شغلي كله بعد كده ان شاء الله بعد ما خلص سوق العمل هبقى حارف الحاجات دي وعنده معلومات وبقى تقيل كده في المعلومات اللي عندي وابعارف ان المادة العزلة امتى يحصل لها صلادة وامتى يحصل لها قصافة وامتى المادة تكون مادة عزلة ويعني ايه مادة شي بهم وصلها الحاجات دي معلومات عامة لين احنا كمان في حياتنا بعد كده ان شاء الله لما نطلع سوق العام يبقى الاسدواج الحراري عبارة عن ايه عبارة عن معدنين المعدنين دول بوصلهم مع بعض وشرط يكونوا معدنين مختلفين يعني ما ينفعش اجيب نحاس اوصلهم مع نحاس لان ده هو ده درجة انسهار ده هي درجة انسهار ده لازم المعدنين يكونوا مختلفين فبوصلهم بجهاز قهرابي معين زي الجيلفروميتر وعررتهم لدرجة حرارة اول ما الحرارة تمشي فيهم ايه اللي يحصل فيه معدن هيسخن وفيه معدن بعد وشوية هيسخن لان الاثنين غير بعض فبالتالي واحد هيسخن قبل التاني فاللي هيسخن الاول هيحتفظ بدرجة حرارة معين التاني هيسخن هيحتفظ بدرجة حرارة معين الفرق بينهم بقى هو اللي هيعمل قراءة او انحراف للمؤشر عشان كده الازدواج الحراري هو معدنين مختلفين بيتوصلوا مع بعض عن طريق الحرارة طب تمام في عندنا مصطلح حيائي بلنا برضو في المادة اسمه السبيك يعني ايه سبيكة هي اتحاد اكتر من عنصرين مع بعضهم البعض يعني انا لو جبت عنصرين وخلطتهم مع بعض كده ميكس يديني حاجة اسمها السبيكة يقولك دي سبيكة مثلا عيار 18 في الدهب يقولك سبيكة عيار 24 يقولك سبيكة عيار 21 يعني ايه عيار 24 يعني دهب خالص يعني السبيكة دي هد كلها دهب السبيكة ال 21 فهنسبت نحاس بس نسبت النحاس قليلة شوية السبيكة التالتة اللي هي ال 18 دي بقى النحاس فيها اعلى شوية فبالتالي السبيكة المقصوب بقى ايه ان انا اجيب عنصر واركبه مع عنصر تاني تمام يا مصطل هاي نشوف حاجة كمان اه في باب عندنا كامل هنتعرض عليه كمان شوية انا لم تلكوا التعريفات اللي في المانها كله في الاول ايه الصدى الصدى ده ينتج الصدى اما من التفاعل الكيميائي المباشر بين معدن وغازات وسوائل محيطة به او يتكون من التفاعل الكهر الكيميائي كلنا اتعرضنا للحاجات دي وشفناها بعنين وفيه صور بعد كده ان شاء الله نشوفها للصدى الصدى ده عبر عني لو انا مثلا عندي بوابة والبوابة دي مثلا قدام البيت والبوابة دي ما تدهنتش مثلا او ما عملت لهاش لوم معين ايه اللي بيحصل للبوابة دي بلاقى فترة يوم ورا يوم ورا يوم بلاقى مثلا شوات مطرة جوم شوات ميا جوم بلاقى تكون طبقة ايه عملت كده طبقة كده ايه قدام البوابة كده او تحت البوابة كده بمسكها كده بيدي الا بتعمل مادة كده بنيت اللون بيبقى زي القشرة كده المادة دي بيسموها الصدى والصدى ده بيجي منين تفاعل هوى مع مي يبقى الصدى بابسط تعريف له تفاعل هوى مع مياه او مجموعة غازات وسوائل اتأثر عليها مثلا بشوية هوى او شوية مياه حصل لها تفاعل التفاعل ده نتج عنه ايه حاجة اسمها صادة يبقى الصادة دهوت ينتج الصادة اما من التفاعل الكيميائي المباشر بين المعادن او الغازات والسوائل المحيطة طب يا مستر انت دلوقتي كلمتين عن شوية تعريفات وقلتين يعني صلاة وقصافة وا 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 وكلمنا فيه بقى حاجة وقفنا عندها اسمها المتانة ده شغلنا بقى احنا ككهرباء المتانة الكهربية اللي جينا عرفناه وقلنا الجهد اللي بينكسر بيحصل له حاجة اسمها متانة والمتانة بيحصلها بعد كده حاجة اسمها نهيار فيه عوامل تتوقف عليها المتانة الكهربية للمواد اول حاجة طبيعة المادة العزلة يعني المادة العزلة ليه تختلف من مكان لمكان وبتختلف من معدن لمعدن وبتختلف من صناعة لصناعة يعني فيه كابلات بعزلها كويس فالالنهار فيها بيبقى شوية ضعيف فيه مواد تانية ما بعزنهاش قد كده فبالتالي ممكن تتحصلها انهار بسرعة يبقى أول حاجة في العوامل التي تتوقف عليها المتانى القهربية طبيعة المادة العزل رقم اتنين سمك المادة العزل يعني المادة الرفيعة اللي مساحة مقطعها صغير غير المادة اللي مساحة مقطعها كبيل المادة اللي مثلاً سمكها أعلى بتبقى مساحة مقطعها أكبر فبالتالي متانيتها تبقى أعلى التالتة درجة الحرارة أنا معرتها لدرجة حرارة عالية ولا منخفضة زمن التأثير على العينة طب أنا أثر عليها في وقت كتير ولا وقت شوية تردد المنبع الكهربية تردد شوية ولا التردد كتير ولا التردد سابت على قيمة معينة كل الخمس حاجات دول لو جالي وقال لي إيه العوامل التي تتوقف عليها المتانة الكهربية هقول له طبيعة المادة العزلة سمك المادة العزلة درجة الحرارة في المادة العزلة زمن التأثير على العينة أنا عدت أدية هل أنا خليتها فترة طويلة تحت التأثير ده ولا خليتها فترة شوية صغرين تردد المنبع الكهرابي الوسط الذي تجرى فيه التجربة طيب فيه عندنا حاجة اسمها انهيار المواد الصلبة العزلة المادة الصلبة دي بيحصل لها انهيار الانهيار دهوت بيجي عن طريقين مهمين انهيار كهرابي وانهيار حراري يعني مصطر انهيار حراري وانهيار كهرابي لانهيار الكهرابي نتيجة التأثير المباشر للمجال الكهرابي على الأيونات يعني أنا جيت أسرت على المادة العزلة بطيار كهرابي فحصل لها انهيار ليه بقى؟ لأن كل كبل أو كل سلك ليه درجة معينة أو ليه بس لأن كهرباء معينة بتمشي فيه عشان كده إن شاء الله لما نتعرض للكبلات بعد كده فيه كبلات جهد عادي وفيه كبلات جهد عالي وفيه كبلات جهد منخفض وفيه كبلات جهد متوسط يبقى الكابلات لو انا مصممها مثلا تشيل واحد كيلو رحت جاي محطتها في محطة بتطلع ثلاثة كيلو واربعة كيلو طيب ما انا كده غلطان ايه اللي هيحصل للكابل هينهار ليه هينهار لان الانهيار الكهرابي هيجيله عن نتيجة انه هو شل طيار فوق طاقته زي بالزبط كده وانا راح السوق مثلا ما اضعتتني او راح مشوار جاب حاجة منبار والحاجة دي تقيل علي هل بقدر اكمل ما بقدرش اكمل لان الحاجة تقيلة انا قدرية اشيل عشرة اشيلت عشرين خلاص اللي يحصل الانهيار يحصل الانهيار انا كبان اذا ما بقى لك بقى بسلك ومصمم يشيل ثلاثة كيلو فولت مثلا وانت رفتجاه حطه في محطة يشيل عشرة كيلو ايه اللي هيحصل السلك اوتوماتيك او الكابل يحصل له حاجة اسمها ايه انهيار كهرابي ومش كده وبس ده فيه انهيار تاني اسمه انهيار حراري انهيار حراري بقى بيجي ازاي انت حصل له انهيار كهرابي يعني المادة العزلة المتنة بتاعتها قلت الجهد كسر ايه اللي يحصل بقى يحصل انهيار نتيجة درجة الحرارة ان المادة العزلة هنا هتهشم خلاص كده انتهت خلاص حصل لها انصهار لان اتفقنا مع بعضين انا اديتك انهيار كهرابي المقصود بالانهيار الكهرابي ايه ان انا عرضتك لطيار كهرابي كبير فبالتالي الجهد اللي عندك حصل له عامل ايه الكسر خلاص المتنة فيه قلت بقت صفر بقت زيرو ايه اللي يحصل بعد كده اول ما يحصل كده انهيار كهرابي بيتبعه انهيار حرارة درجة الحرارة بتزيد في الموصل او الكاب بيحصل ايه بعد كده بقى المادة العزلة دي ما هي مصنوعة من البلاستيك او مصنوعة بمادة البي بي سي او ورق مشبع بالزيت يبقى انه المواد كلها لو اتعرضت لدرجة حرارة عالية جدا بيحصل لها عاملية ايه انهيار عشان كده تلاقي المعدن حصل له انهيار يبقى المواد بتاعتنا لو اتعرضت لدرجة الكهرابي عالي فوق طائطها بيحصل لها انهيار كهرابي بيتبع لانهيار الكهرابي ايه برافو عليك بيتبع لانهيار الكهرابي انهيار حرارة زي الفل طب يا مستر اه نخش بقى المعادن بتاعتنا اللي هنشتغل هالسنة دي عندنا اول معدن اللي هو البروفيشنال اللي داخل في كل حاجة معدن النحاس النحاس ده هوت هنشتغل على خواصه واستخداماته عشان هيجيلي في الامتحان سؤال يقول لي ايه خصائص النحاس او ايه هي استخدامات النحاس اول حاجة النحاس خواصه ايه معدن تقيل يعني ما تتكرنه بالالمونيوم الالمونيوم اتقل ولا النحاس لا يا فاندم النحاس خفيف لا يا فاندم ده الالمونيوم هو الخفيف برافو عليك بل معدن النحاس معدن ايه معدن سقيل الوزن له خواص ميكانيكية جيدة يعني خواص ميكانيكية جيدة يعني أقدر أشده أقدر أسحابه أقدر أعمله عملية استطالة أقدر أقصه أقدر أطوله أقدر ألحمه دي اسمها كلها خواص ميكانيكية جيدة سهل التشكيل والسحب والقطع واللحام برافو عليك يتفاعل سطحه مع الهواء مكونا إيه بقى أكسيد النحاس إيه بقى ده يعني لو تعرض للهواء ومش معزول لو أنت جده جدت سلكه وردت جاية كده شلت المادة العازلة وسته في الهواء 3-4 ايام بتلاقيه الأول كان شكله أصفر دهب بعد 3-4 ايام بتلاقيه مل البني بقى خلاص كده تحس أنه بقى إيه أرى بالسواد بعد فترة ليه؟ لأنه حصل على الطبقة بتاعته أكسيد النحاس أكسيد النحاس دهوت بيكسبه مادة فوق المادة بتاعته الأصلية بتغير لونه ومش كده وبس بتخليه معدن هاش وليه غالي التمن ده عيبه بقى ده عيبه نوع إيه؟ غالي التمن طب المعدن دهو بيستخدم في أمستر يستخدم في صناعة جميع المواصلات والكبلات المستخدمة لنقلة وتوزيع الطاقة الكهربية ومش كده وبس بيعمل الملفات الكهربية أي مطور غسالة مطور مروحة بتفتحه من جوة بتلاقي فيه سلك نحاس أحمر معزول ورنيش سلك رفاع كده قوي قوي رفاع جدا شغال مش كده وبس ده في صناعة جميع المواصلات والكبلات أي كبلات في الدنيا كبل الريسيفر اللي عندنا في البيت مصنوع من النحاس كبلات الكهرباء اللي ماشي في الشارع وإحنا ماشيين كده بالعربية بنشوفها دي برضو مصنوع من النحاس جميع المواصلات المستخدمة في نالة وتوزيع الطاقة الكهربية دخل المحطات مصنوع من النحاس بس العيب الوحيد اللي في النحاس زي ما قلنا يا أولاد برافو عليكم نوغالي اتهم طيب نشوف معدن تاني المعدن التاني اللي هنشوفه النهاردة الألمونيوم ايه الألمونيوم ده الألمونيوم برضو نفس الكلام لو جينا قلنا الألمونيوم ده هو معدن ايه المعدن بيبقى خفيف زي الفول يامستر اه زي الفول يامستر يبقى معدن ايه يا أولاد معدن خفيف يبقى الألمونيوم معدن خفيف غير لما جا قرنه بالنحاس مش كده وبس المعدن الألمونيوم يعتبر برضو نفس الكلام سهل الطرق والسحب والشد واللحام يبقى زي زي مين زي زي النحاس بس اجع عند الالمونيوم وقول ايه بقى بيحصل له انهيار برافو عليك والنحاس بيحصل له انهيار بس الانهيار اللي عن النحاس بيحصل له اكسيد نحاس اللي هو المادة البنية اللي بتكتسب فوق المادة بتاعك اما الالمونيوم بيحصل له حاجة اسمها اكسيد الالمونيوم يعني يا مصر اكسيد الالمونيوم طبقة كده تبقى عاملة زي البودرة لو سيبنا السلك كده فترة طويلة يوم ورا يوم مع الشمس مع هوا مع مطرة مع ميا مع ندى يحصل يبقى بلاقي السلك كده حصل له طابقة صغيرة كده الطابقة دهية بتبقى عاملة زي البودرة لو لمسكت السلك كده بإيه ده لقيه إيه وفرقه كده قال إيه مادة زي البودرة ده بيسموه أكسيد الألمونيوم يبقى الألمونيوم معدن خفيف برضو معدن سهل الطرق والسحب والشد واللحام معدن جيد التوصيل للقهرباء معدن مهم جدا أنه أنا عرفه أنه الحتة بقى الفرق بينه بين النحاس إيه أن النحاس بيعمل أكسيد نحاس لو اتعرض للهواء أو للمية ده بيحصل له إيه أكسيد الألمونيوم برافو عليه في حتة بقى تفرق بينه من بعض الجدعي والهالي أيوة ها سامعك بتقول ليه النحاس غالي التامن لكن الألمونيوم رخيص التامن برافو عليك عشان لما نجي نعمل مقارنة صغيرة بين النحاس والألمونيوم طب يا أولاد قلنا أن الألمونيوم بقى ده هو بيستخدم في إيه يستخدم في إنشاء الخطوط الهوائية المستخدمة لنقلة القهرباء يعني إيها مصطر الكلام ده يعني كل الخطوط القهربية اللي بنشوفها في الشارع الألمونيوم داخلة فيه طب ومال النحاس يا فاندم النحاس شغال في إيه خلي بالك النحاس بيفضل استخدامه في الكابلاء اللي هي تبقى تحت الأرض لكن الخطوط الهوائية اللي احنا بنشوفها عارفين اللي براك لما بنجقى مسافرين مثلا مسافرين بالقاطرة أو بالعربات بنلاها على طريق كده براك كبيرة كده محطوطة في قلب الأراضي الزراعية أو في الصحرة اللي براك دي شايلة فوقها سلك ست أسلاك كده تلاقي ثلاثة على يمين وثلاثة على الشمال واحد فوق كده رفيع ماشي كده الست أسلاك دول كلهم مصنوعين من الألمونيوم طب مش إحنا لسه إليهم من شوية إن الألمونيوم معدن خفيف حلو الكلام فلو اتعرض للهوى فوق والطائرات العالية والحاجات دي هيستحمل غير النحاس النحاس ممكن يقطع حاجة تانية إنه هو الخئس التمن لما أجعمل خط هوايا مثلا من أول القاهرة الغاة أسوان شوف كم كيلو شوف كم كيلو متر هتشيلهم بكابلات الكابل غالي جدا لإن النحاس مادة غالية فالعوض عنه إيه بقى؟ إن أنا جيب ألمونيوم ألمونيوم رخيص وفي نفس الوقت خفيف من الألمونيوم تمام كده؟ وطبعا الجنرالي بتاعهم الدهب الدهب ده يعتبر جاي لتوصيل الكهرابة ده رقم واحد بعد الفضة بعد البلاتين لكن النحاس يعتبر برضه أفضل أنواع التوصيل الكهرابي أو نقل الطائر الكهرابي النحاس عشان كده يستخدم في الكابلات لكن صاحبنا الألمونيوم يستخدم في إنشاء خطوط الهوائية والمقصود بالخط الهوائي اللي هو الأعمدة اللي إحنا بنشوفها في الشوارع أو الأعمدة أو البراج اللي احنا بنشوفها وإحنا مسافرين على الطريق اللي هي الأعمدة الكبيرة دي تبقى شايلة أسلاك الأسلاك دي كلها تصنع من إيه برافو عليكم من الألمونيوم طب نشوف معدن تاني أهو آدي النحاسة هو توادي الألمونيوم شايفيني الفرق إيه ده شكل النحاس وده شكل الألمونيوم ده كابل نحاس وده كابل إيه ألمونيوم عشان برضو تبقى واخد بالك وانت شغال في الورشة أو شغال في محطة التوليد تبقى عارف الكابل ده شكله إيه والكابل ده شكله إيه طب يا مستر ايه المعدن اللي بعد كده آه معدن اسمه الرصاص الرصاص ده معدن شديد المقاومة للتآكل الكيمياء يعني ده بقى ما بيتكلش أبدا يعني إن حاس يحصلوا أجسادة الألمونيوم يحصل لها أجسادة الرصاص لأ الرصاص كعب وعالي شوي يعني يا مستر كعب وعالي يعني الرصاص بيتحمل المقاومة للتآكل عشان كده لما بنجي نعمل كابلات بنحط طبقة فوق الكابل اسمع طبقة رصاص بعد العزل على طول الطبقة دي بقى ايه بتحمل كابل من التآكل برافو عليه يبقى الرصاص اللي لازمة هو اه طبعا دخل برضو بسمعت الكابلات الكابل من جوة فيه سلك نحاس أحمر النحاس الأحمر ووظفته ايه هو اللي هين للطيار هو اللي هين للطيار الكهرابي اما الرصاص وظفته في الدائرة الكهربية او وظفته في الكابلات انه هو يبنع التآكل ان الكابل ما حصلوش ايه تآكل للمواصل طيب انخفاض مقاومته اللعيب اللي وحيب بقى ان المقاومته بتاعته ايه منخافضة والاجهاد والصلاة والمرونة يمكن لحامه وصبه بسهولة الرصاص معدن سهل اللحام وسهل الصب بسهولة جدا وخلي بالك دي عبارات ممكن تجينا صح وايه وخطأ طيب يستخدم فيه الرصاص قالك فيه طلاق المعادل يعني ايه طلاق المعادل يا مستر مستعاكد نلاقي مثلا معلاء على شكل ماء الدهب نلاقي شوكا كده بيقولك مدهبة نلاقي مفتاح كده شكله مدهب يعني المفتاح شكله احمر اخضر اصفر يعني المعدن ده وممكن يطلي اه الرصاص بقى يستخدم في طلاق المعادل صناعة الكابلات الكهربية لسه يلين من شوية انه بيستخدم في صناعة الكابلات وليه بيستخدم الرصاص في صناعة الكابلات لمنع الكابل من التآكل برافو عليكم صناعة البطاريات والمصيرات كل البطاريات اللي احنا بنشوفها في العربيات والكلام ده كله الرصاص داخل فيها بنسبة كبيرة جدا المصيرات المقصوب بيها القواطع الأوتوماتيك البيت لقدر الله لما حصل فيه قفلة بلاقي المفتاح سقط المفتاح ده هو بيبقى مصنوع من ايه؟ المادة التلامس اللي بتخليه يسقط الرصاص لان الرصاص معدن ايه زي ما قلنا سهل جدا يسخن بسرعة فبالتالي اول ما القفلة تحصل الحرارة تزيد في السلك فيروح جاي ايه؟ فاصل المفتاح المفتاح يفصل والمفتاح ده النقطة التلامس تصنع من الايه؟ من الرصاص مش المفتاح كله لان المفتاح بيقى كله بلاستيك من بره لكن المادة اللي بتوصل من جوه اسمها مادة الايه؟ الرصاص لانهم قوامته منخفضة جدا فبالتالي بيعد طيار فبيسخن فبيحصل القطعب ثواني عشان كده يستخدم في صناعة المصيرات ومش كده هو بس الوقاية من الاشعاعات طيب يا فند نشوف حاجة كمان ادي هو ادي الكابلة هو الشكل بتاعه المادة اللي انتوا شايفينها دهيت بعد الموصل على طول بعد الموصل مباشرة ده الموصل او كله مصنوع من نحاس اوه المادة اللي بعد دهيه على طول دهيه العاز المادة دهيه بقى الرابعة دهيت تسمى مادة رصاص والمقصود بها ايه بتبقى عاملة زي العاجينة كده نروح جايل لفنا حول الموصل الغرض منها منع التآكل الله ينور عليكم طب يا مستر هتلينا معدن كمان القصدير احنا ليه بنجيب المعادن دي يا أولاد بنجيب المعادن دي هتلاقينا دي اللي هتقابلنا في صناعات القهربة سواء انت بقى هتشتغل في الحاسبات هتشتغل في قسم الكترونات هتشتغل في قسم قهربة كل المواد دي هتلاقيه قدام عينيك ولازم تتعامل به فلازم تعرف خواص المواد دي ايه علشان محدش يتحك عليك انت هتطلع سوق عمل بعد كده فلازم تبقى عارف الفرق بين المادة دي والمادة دي والمادة دي طيب القصدير لا يتأكل تأثير الماء يعني ما بيتأكلش لو انا قصرت عليه بمية ما يحصلوش تأكل والمقصود بتأكل ايه يعني ما يصديش برافو عليك زوم قومة اجهاد شد يعني ممكن يشد وممكن ما يحصلوش اجهاد زوم قابلية جيدة للتشكيل والسحب والتسخين يعني ممكن اسخنه يستحمل قوي ويتشكل يعني اعمل منه الاشكال اللي انا عايزها واسحبه على البارد او على الساخن طيب يستخدم فيه بقى كعنصر سبائكي للبرونز يعني ممكن يخش في صناعات السبائك مع البرونز صناعة اسلاك اللحام كل اسلاك اللحام اللي احنا بنشوف وإحنا بنلحم الموبايل البرد بتاعته او الكمبيوتر لما يبوزه ونروحها ودير الراجل كده يصلى حنة بيفتح البرد بتاعته كده او الكيسة فها مجموعة كده مقومات مع مكسفات مع حاجات كتير كده فيه نقط كده بتلاها برزة كده وفضية اللون دي المادة اللي بتلحم دي اسمها الازير في صناعة جلب كراسي التحميل ايه صناعة جلب كراسي التحميل المحركات عندنا بحط لها كراسي اسمها كراسي التحميل زي مطور الغسلة كده في البيت عندك او عندي بتلاقي المطور بيلف المطور ده بيلف على كراسي تحميل يعني ايه كراسي تحميل يعني مكان كده بيلف جواه عشان ما ينزلش كل شوية لو الكراسي دي مش موجودة كل شوية هيفوت ويقع ويبقى فيه مشكلة عندنا في السير والحاجات في نقل الحركة فبنحط كراسة تحميل كراسة تحميلة تصنع من إيه؟ من القصدير طب تمام نشوف المادة اللي بعد كده قادي شكل القصدير أهوت دي البقرة هيت اللي بنجيبها الخطوط اللي انت شايفها جوه دي دي القصدير بجيبها وسخانها بالكوية يحصل لي إيه انصهار أروح جاي لحم النقط اللي أنا عايز ألحم طب يا مستر آه نيجي بقى المعدة مهم جدا اسمه الفضة واحد يقول للفضة يا مستر ده غالية جدا يعني نعتبر درجة تانية بعد الدهب هو الفضة دي ممكن ندخلها في صناعات كهربية آه طبعا بس بتشتغل عزيزة بقى حاجات معينة حاجات كده صغيرة هنعرف بتشتغل فين في الفضة دي أول حاجة معدن أو الفضة ديها تفلز لامع يعني مادة لمعة جدا وزي الفل درجة انصهارها 960 درجة ووزنها حوالي 10 أو 5 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب ده الكسافة بتاعتها أو وزنها النوع بتقاوم الأحماض يعني ايه بتقاوم الأحماض يعني لو عندك حمض معين جنبها تقاومه ما تتأثرش وما تتغيرش من شكله قابلية التاني والالتواء والتشكيل ودي حتة مهمة جدا لازم تكون في كل المواد لازم أي مادة كهربية يبقى الحتة دي مهمة إن أنا أقدر أتنيها أقدر أعملها عملية التواء أقدر أعملها عملية تشكيل أخليها على شكل مربع على شكل مستطير على شكل دير على شكل استوانة لكن لو معدن صلد أو صلب استحالة يشتغل تشكيل تمام كده بتستخدم بقى في إيه بقى الحتة بقى دي تهمك أو في عمل الملامسات القهربية إيه الملامسات القهربية اللي هي نقطة التوصيل يعني أنا لو عندي مفتاح مثلا ممكن أعمل نقطة التوصيل بتاعته من فضة دي طبعا بقى بتشتغل في بعض المحركات وبعض محطات التوليد الكبيرة أغراض صناعية أخرى إن أنا أخليها نقطة تلامس أخليها مصرات ممكن أخليها مصر ممكن أخليها مقاومة حرارية كل ده باستخدام إيه الفضة طب يا مصر أهي قد الملامسات الحرارية ده شكل فينو ده اللي احنا قلنا عليه من شوية ده اسمه القاطع القاطع ده بقى المفتاح اللي يبقى عندنا في البيت لأقدر الله حصل حاجة يحصل إيه المفتاح ده ينزل لتاحت المفتاح ده من جوة فيه مادة الرصاص عشان بتسخن بسرعة وممكن أعمل الملامسات اللي هي بتوصل الطيار اللي بتنقل الطيار القاربي من فوق لتاحت دي ممكن أعملها من مادة الإيه برافو عليك من معدن الفضة طب يا مصر آه بعد كده بقى هنخش على حاجة اسمها السبايك إيه بقى السبايك دي مش إحنا لسه أليني السبايكة دي هي اتحاد عنصرين أو أكتر يعني أنا ممكن أجيب عنصر مع عنصر وروح جايبا حدثوا مع بعض آه بس خلوا بالكم مش كل حاجة بتحب الحاجة التانية يعني استحالة عمل نحاس مع ألمونيوم في سبايكة واحدة ليه بقى لأن النحاس لما جاء خلطوا بالألمونيوم بيحصل مشكلة كتير قوي لو اتعرض اللي هو يحصل له أكسادة يحصل له مادة كده زي وتركوا البودرة اللي بتحصل دي فدي بتقى مشكلة لكن في مواد بتحب بعضها البعض يعني المواد إيه لما جاء خلطهم كده مع بعض ألوهم زي الفل خلطوا مع بعض ودوني حاجة جديدة وكل حاجة دي تبقى زي الفل زي إيه زي النحاس والكاديميوم مادة كده عندنا اسمها الكاديميوم لو أنا خلطتها بالنحاس إيه اللي يحصل بيديني سبيكة جديدة تستخدم في إيه في صناعة قطاعات التوحيد في بعض المحركات الكهربية طبعا المصطلحات دي هتبقى كبيرة عليكم شوية بس إن شاء الله في سنة تانية هنعرف يعني عدو توحيد عدو التوحيد دي بقى في الآلة الكهربية عندنا في الخلاط في الخلاط عندنا كده لما انفقوا كده اللي بيسموها كده في الشارع المبينة المبينة دي هتزي مبينة العربية كده بتلاقي المبينة دي هتفعى نوقة توصيل كده النوقة دي كلها تصنع من مادة النحاس بس لو أنا جبتها نحاس ستبقى غالية جدا فيزول في تكلفته فأنا أعمل إيه أروح جايح حاططها مع مادة تانية زي الكاديميوم واخلطهم مع بعض النسب معينة تحت أسير درجة حرارة معينة وطلع مادة جديدة تسمى سبيكة القهربية صناعة أقواس الأفران القهربية فيها عندنا أفران قهربية أولاد تستخدم في صناعة الحديد والصنب الأفران ده هي الأقواس القهربية أو الأفران دي كلها تصنع من النحاس وإيه وكاديميوم لأن لو أنا صنعتها كلها من النحاس هتيقى مكلفة عليها قوي قوي والنحاس زمانتوا عرفتوا أنه غالي التمن فبالتالي لو أنا خلطت النحاس بنسبة معينة مع الكاديميوم يديني مادة جديدة برضو مش هتقل لكفاء عن النحاس بالعكس كده محترمة سبيكة كويسة منها ان انا وفرت والاجمل من كده كمان ان الكاديميوم ليه خواص متحد مع النحاس اداني خواص كمان مع النحاس فزود المتانة بتاعتي وزود الدنيا زي الفل طي الخواص ايه بقى قال لك جودته عالية جدا من حيث توصيل الكهرابي ده لو كانت متوسطة تبقى عالية لان النحاس دخل مع الكاديميوم فالاثنين اتحدوا مع بعض الكاديميوم مادة برضو جاي للتوصيل الكهرباء والنحاس جاي للتوصيل الكهرباء فالاثنين لما تمزجوا مع بعض والسبقوا مع بعض الدنيا مادة جودة عالية جدا زاتة قوة عالية لتحمل الاجهادات يعني انت لو عرضتوا للضغط عرضتوا للشد عرضتوا للتاني هيتحمل تتمتع بالاستاتيكية والديناميكية المتغيرة يعني معدن ياخدوا يدي يعني ايه معدن ياخدوا يدي ياولاد يعني زي لدن يعني لو كان النحاس النحاس على فكرة لو انا مجبته كده قطعة من النحاس ممكن اتنها بيدي خلوا بالكم غير الحديد الصلب غير المعدن الصلط النحاس معدن زي الألمونيوم كده والسلك عندنا في البيت مثلا او الكابل بروح جاي تاني كده بيدي سهل جدا هو ممكن يبقى تقيل شوية بس ايه سهل لنا اتنين ده بيسمون متغير الاستاتيكية والديناميكية يعني سهل بقى ياخدوا يدي بقى يبقى معدن زي اللادن كده فالكاديميوم بيدي النحاس حتة منه والنحاس بيدي الكاديميوم حتة منه يعني ايه حتة منه يعني بيدي له شوية خواص من عنده وانا بديك شوية خواص من عندي فبالتالي بنعمل مزيج مع بعض فالمعدن بيبقى ايه جيد التوصيل للكهرباء استاتيكي ديناميكي بحث متغير مستابت على حاجة معانا ويشتغل في صناعات زي ما قلنا بقى ايه قطعات عضو التوحيد وقلنا يشتغل في صناعات الايه الاقواس الكهربية طب نشوف سبيكة تانية اهي ده عضو التوحيد اللي عندنا هوت اللي هو بيسموه عضو التوحيد اللي ان شاء الله هنشتغل على ريه في سنة تانية في مادة قلق كهربية الحتة بقى اللي انا عايزة اكتعرفها اللي هي ايه اللي احنا قلنا عليه اللي هي قطعات التوحيد اللي هي الحتة الصغنانة دي شايفين الحتة دي دي بتصنع من النحاس لا ده مش من النحاس بقى نحاس زي اكاديميوم لان لو صنعت من النحاس قلت لك هتبقى ايه مكلف لكن شايفين السلك اللي جوه ده هو ده بقى نحاس صافي بيسموه مش سبيكة نحاس بقى لا ده المعدن لنحاس نفسه عشان كده قلنا يستخدم في ايه في المحركات الكهربية في اللف لما جا لف في المبينة دي او لف في الخلاط او لف في مطور الغسالة بجيب سلك نحاس احمر معزول ايه ورنيش اللي هو السلك الرفيع ده هو لكن الحتة اللي بره ده هيت بيسموها ايه قطاعات اللي هي الشكل اللي مش شايفينه ده هو قطاعات من ايه من النحاس والنحاس لقى اه يا فاندي من النحاس لقى قول لي يا مستر قول لي مش نحاس يا مستر بقى انت ليه لقى ليه لسه قال لنا ايه نحاس زائد كاديميوم طيب نشوف اه في سبيكة عندنا بقى اسمها ايه نحاس وكروم يبقى انا شلت كلمة كاديميوم وحطت النحاس طيب ليه النحاس متقرر كده في معظم السبيك لان النحاس يعتبر افضل انواع المواد نقلة للطارق الكهربية مش افضل يعني هو البري ملأة الالامونيوم شغاله وكل حاجة بس النحاس افضل في التوصيل الكهربية يعتبر درجة اعلى شوي طيب السبيكة دي عبارة عن ايه عبارة عن نحاس وكروم فها نسبة نحاس 99% ومن نص الواحد في المية نيكل الله يبقى النحاس هنا ايه بقى هو ليه اليد العليا هو اكبر نسبة فيه 99% نحاس و1% او نص في المية مادة النيكل اللي هي مادة الكروم يعني الكروم هو النيكل الخواص بتاعته ايه تتحمل درجات الحرارة اللي بتزيد عن 390 شفتوا بقى النحاس لو انت حطته الواحده هينصهر بسرعة لكن لما زوده بكروم بدل ما كان بيسيح بسرعة ده عايز درجة 390 درجة مقوية علشان يحصل له عمية انصها يبقى الكروم اول نحاس ولا مقواهوش عشان كده بقى بنعمل السبايك عرفت بقى ليه بنعمل السبايك عشان لو هي سبيكة النحاس بس هتبقى غالية ومش كده وبس ده احنا عرفنا كمان لما تحط مع الكروم هيبقى درجة حرارة الانصهار بتاعته 390 درجة مقوية يعني يتحط الفرن تحط فرن عالي كمان فبالتالي الكروم زود من درجة الانصهار بتاعت مين بتاعت النحاس تمام السؤال اللي بعد كده بول لسان التشكيل والقاطع تمام زود متانة كهربية عالية صناعة بيستخدم فيه بقى قالك في صناعة المهابط في ماكينات اللحام بيشتغل في صناعة السوتة الخفيفة الحاملة للطيار قطاعات التوحيد للمحركات طيب ده شكل هية الاصطوانات اللي هي اللي بيصنع منها النيكل والنحاس في سبيكة عندنا هنا المهمة جدا بقى عندنا اللي هي النحاس مع الفضة الفضة فيها بتبقى بنسبة 1% والنحاس بيقى 3% من 10% بيبقى جودتها في التوصيل العالية جدا لينة جدا أكبر من النحاس معامة لزيادة مقاومة حرارة عالي جدا يعني بتزود النحاس حرارة استخدام تستخدم كمد التوصيل بالقلات الكهربية بتشتغل في صورة قطبان قطاعات عضو التوحيد اللي احنا لسه إلينا عليها من شوي في عندنا نحاس مع زنك دي تعتبر برضو النحاس فيها بنسبة 50% والزنك فيها 50% قابلية التشكيل عالية بتقاوم الصدى بقى هنا الزنك يا ايه بقى برافو عليك مش قلنا النحاس بيصال له أكسدة الزنك الزنك لما تحطله قوم الصدى تصلح التشكيل بالضغط والسح تستخدم في صناعة المواسير اللي هي المبدلات الحرارية بتستخدم في صناعة الألواح والأنابيب والقطبان والأسلاك بتشتغل مهمة جدا كسبيكة في صناعة المراوح اللي بتشغل السفن المراوحة بتاع السفينة اللي بتدفعها في البحر دي تشتغل من سبيكة ايه نحاس مع زنك السبيكة الأخيرة اللي عندنا سبيكة الألدري تقاوم التآكل الكيميائي السبيكة دي موصلة جيدة للكهرباء تشتغل بقى في خطوط نقل الطاقة القهربية تستخدم لإنتاج أجزاء التركيبات التي تتعرض لإيجاد ميكانيكي متوسط مع سباة انفعال يبقى لي جزء صغير جدا مهم جدا نتكلم عنه اللي هو ايه أولاد اللي هو القصائص التي يجب أن تتوافل في السباق أي سباق تدفئة لازم تكون مقومتها عالية جدا رقم واحد رقم اثنين لازم تكون درجة حرارة نوعية منخفضة بتوصل حرارة جاية جدا درجة الانصهار بتاعتها بتكون كبيرة جدا مقومتها كبيرة ضد الصدى معامل التمدد الطول يبقى احنا النهاردة تكلمنا عن مادة الخامات القهربية اشتغلنا فيها على مراجعة نهائية للباب الأول والتاني تطرقنا فيها على أن الخامات القهربية تعتبر مادة مهمة جدا في استخدامي لها المادة دهية لازم اعرف النحاس يعني نحاس يعني ألمونيوم يعني قصدير يعني رصاص ومش كده وبس دعنا اخدنا الحاجات ديت وسبكناها مع بعضها وعرفنا فيه سبيكة فضة فيه سبيكة نحاس مع نيكل سبيكة نحاس مع كاليديوم كل دي سبائك اشتغلناها في الكهرباء علشان لو احنا شغالين في محط التوزيع او اشتغلنا في محط التوليد او لو احنا سوق عمل في التخصصاتنا نبقى عارفين احنا شغالين مع ايه وعرفنا القصدير واستخدامات وكل دوت وعرفنا اهم التعريفات للمصطلحات الكهربية اللي خدناها في اول المادة كنت سعيد جدا كنت معاكم النهاردة في بيتنا مدرسة ان شاء الله بإذن الله نلقاكم على خير وعام سعيد يا رب كده وامتحانات تكون جميلة وتعدي يا رب بإذن الله بخير وشكرا لكم النهاردة كنت سعيد معاكم وان شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله في بيتنا مدرسة شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم